اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة وصفات ماما سبعة حياكم الله غبت عليكم وهذا المرة جبت لكم وصفة جدا رهيبة بعشبة السرغينة هذه العشبة الجذرية شكلها جذور تجي رفيعة وتجي اخصانا غريضة عليها تجعيد والتواءات محملة بالاتربة يعني اذا استعملناها لازم ننظفها كتيرا كتير قبل هذا كله اقول لكم السلام وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلوا على النبي اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله وصفة اليوم رهيبة مجربة قوية فعالة تعالج الكولون تعالج يعني القيلون وتعالج المعدة كل مشاكل المعدة حتى رائحة الفم واكثر حاجة تعالج كل الاسحار حتى لو كانت من عشرات السنين مجربة وقوية في ناس بتعملها زي البخور بس انا انصحكم لا بخور ولا شيء احنا رح نغسلها وننظفها شوفوا العشبة كيف شكلها حاولوا تاخدوا صورة وتعطوها للعطار عشان ما تخربطوا لان احشاب كثيرة على شكل جذور اذا ما عرفتوا اسمها طبعا فيها الرفيعة زي هذه وفيها الغليضة تجي على شكل التواءات وتجاعد يكون عليها التراب يعني لازم ضروري ننظفها اكتر من مرة انا بصراحة باخد فرشات الاسنان وانظفها جيدا وانقحها في الماء مدة خمس ساعات او اكتر لين يتغير لون الماء شوية يجي مصفر وتتغير ضعم الماء بصراحة هذه العشبة اذا شربنا كأس واحد منها يعني كأس شوية صغير يعني كأس العصير مرة في اليوم لمدة ثلاث ايام متتالية وبعدها مرة في الاسبوع اذا تحسن شكلك وتحسنت صحتك يعني ما صرت عندك يعني استعملها الرجال والنساء الاطفال اقل من ست سنوات لا انصحكم واذا كنت حامل او مرضعة كمان ما انصحك اذا تعرضتي لو نوع من الاسحار او العين او اي شيء وتشوه شكلك او صار عندك تساقط للاسنان بشيء رهيب مع انك تنظفي وكل شيء وعندك تساقط او صلح او ثعلبة وما لقيت علاجها وما عرفتي من وين حتى الرجال عندهم مشاكل في اللحية شكلها تغير صار عندك اسفرار وشك عليه شحوب يعني وما عرفتي يعني احيانا ما شاء الله البنات يكونوا زي الورد فجأة يتغير شكلها ولونها مع انها يعني مهتمة بنفسها فيكون عين ما صلت على النبي او يكون اسحاره خاصة الاسحار اللي تأكل فهذا احسن علاج لها بصراحة هذه العشبة قوية تشيل كل السموم اللي في الجسم تنظف الكبد تنظف الكولون وتنظف المعدة وتخسلها جيدا بعد ما ننقح في الموية الحارة اذا كانت العروق او الجذور رفيعة هذه الكمية كافية جدا لنحصل عليها على كأس كبيرة اذا حطينا غصن واحد من الاخصان اللي نحطيتها غليدة فلازم نحط اكتر من لتر من الماء المغلي او اقل بشوي نحط هذا الماء ونغطيه ونخليه مدة اكتر من خمس ساعات ننقعه بعدين نشرب على الريق وفيك اختي الكريمة او اخي الكريم اذا كان عندكم تسبغات او تشوهات في الجلد او اسفرار فيكم تنقعوا القطن في هذا الماء او تحطوا ليفة على شكل فوطة وتمسحوا كل الجسد وخاصة الوجه بعد فترة وجيزة يصير الوجه منور وتشال كل السموم يمكن يجيكم اسهال او استفراغ اذا كنتوا اكلين السحر يعني السحر المأكول رح تستفرغوا او يكون عندكم اسهال في نفس اليوم او بعد ثلاث ايام ان ما صار هذا الشي فيكون يمكن قدر الله عين او مشاكل عادية في الكولون او في المعدة او فيروسات او ميكروبات او كل شيء اي سموم حتى لو ادوية كنتوا اخذتوها من سنين وجلسة في الكبد فهذه عشبة السرغينة رح تنظف الجسد كامل بعد فترة تلاقي حالك مرة صرت احسن من اول ممكن تستعمليها لاخوكي لزوجك لابنك بس بشرط اذا استعملتيها لنفسك لا تكوني مرضعة او حامل في فترة الحيض لا تستعمليها سيدتي او فترة النفاس برضو لا تستعمليها وان شاء الله تلاقي عليها نتائج باهرة رح تبهركي ورح تخبريني في التعليقات لا تنسوا ان زرتوني اول مرة تشتركوا في القناة ولا تنسوا تشجعونا كمان باللايكات وشاركوا احبتكم في هذا الفيديو وهذه العشبة رح اخلي لكم صورتها في المنتدى عشان تتعرفوا عليها اكتر احبكم في الله واشوفكم بوصفة جديدة باذن الله مع السلامة